مساء الخير عليكم يا رب كده تبقى كل الأيام بحجم جمال ونطافة اليوم النهاردة اللي كان فيه قدر كبير من البهجة والاستعداد والشعائر الدينية والإخلاص الحقيقي في العبادة النهاردة اللي تابع شاشات التلفزيون شاف ناس بتتعبد وبتتقرب إلى الله وبتدعي لنفسها وللناس وللخير وللسلام وكان فيه حالة كده من الهدوء اللي ما تابعش التلفزيون واللي كان موجود ومشغول بتحضيرات العيد فهي تحضيرات كلها بهجة والشوارع كلها ناس بتستعد وناس بصيمة وناس بتنتظر وناس بتعيد على بعضها فيا رب كل الأيام تبقى أعياد كده ويا رب كمان كل الأعياد يبقى عندنا قدر كبير من فهم عمق المعنى وراء كل عيد